سلام البنات مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم عالم مايار كانت تمنى تكونوا بصحة جيدة في افضل احوال في الفيديو دي اليوم وضمن سلسلة الف كيكا و كيكا كان اقترح لكم كيكة البويندي او الكيكا البيضاء بسوس الشوكولاتة او بلغانة دو شوكولات يعني مكونات بسيطة و المضاق وشكل كيف ما كتشوفو كيجي راقي و المضاق ما نحتاج انني انوصفه لكم حتى تجربوها ان شاء الله و ديك ساعة غادي تعرفوني عنش كنشكر هاد الكيكا فمن بعد ما اجربتها صراحة اكثر من مرة ولا تمو اعتمد عندي قلل الله دارو راقي نتشاركها مع البنات صراحة بشتو ما يستمتعوب هاد المضاق راه تامع من في حلقة تاكلو بوينتي ديال ديال زنقة خاصة البنات اللي يزيليهم الكوك او اللا جوز الهند فارغة دي دمنو هاد الكيكا هادي وكيف مشتو ماشاء الله قطع طينا حاجم كبير البايريكس او اللا المول اللي درتها في انا كبير و قطعت قطع كبار يعني ممكن انكم انتم تقطع قطع صغار فما غاديش نزيد انني نحمسكم ونشوقكم اكثر الكيكا هنخليكم ما تتمد الفيديو تبعو المراحل بالتفصيل و فرجة ممتعة اول حاجة كنحتاجو ثلاثة البيضات بدرج حرارة الغرفة حاجم كبير ولا متوسط ماشي مشكل كنوضعوهم في واحد الاينا و غادي نزيدو عليهم واحد القبيصة نتاع الملحة و نبدأ تطرابك شكش شوية البيض و غدا نبدأ نضيف السكر تدريجيا هنا بالنسبة للعبار عبرو على حسب المول اللي غادي تديرو كنت تديرو مول كبير القياس ديالو كبير كيف ما درت انا عبرو بكاس العنبا كنتو غادي تديرو مول دائري او مول صغير عبرو بكاس الشاي فقط هنا غادي نضيف السكر ساندة بالتدريج على دفوعات على ثلاث انتع الدفوعات بالنسبة لكم انتم ما بغيتوا يعني تديرو شينكها ديروها ضيفوها ما بغيتوش يعني خليوها كاك باش نستمتعوا بدك اللوغو ديال الكوك صراحة انا كي حمقني جوز الهيند او للكوك فما بغيت نضيف لفاني لحامض خليتها كاك باش نستمتع بدك اللوغو ديالكوك و يجي بعين عدي نطرب مزيان كيف ما كتشوفو حتى يبيض الخليط مزيان و يتضاعف الحجم ديالو فجوج و يتقال كي يولي نبحر وحد الكريمة بعدين بدا نضيف الزيت عندي هنا يا نص كاس نتع الزيت فقط لكم الكاس اللي اتعبرو بي عبرو بي المقادير كاملين و عندنا هنا يا كاس عامر مزيان تاع الحليب كان السامر بتطرب بسرعة منخفضة مشي بنفس السرعة اللي تطربنا بها البيض في الاول وهنا كيف مشتو صفي يعني منخفضة عشرة ثواني بما يتخلطوا السوائل مع خالط البيض و السكر بالنسبة للكوك او اللي جاوز الهند تحتوي عندي كاس عامر مزيان ما محمر موالو الكوك عادي انا مستعملش نوعية المزيانة اللي كتكون مع الكا او المزيتة اللي كندلو في الغريبات استعمل الكوك العادي جدا تيكون ناشف الاجهكم خشين بزاف حاولوا انكم تعاودوا الطحنوه كان يعني رقيقوا الحبيبات ديالو صغيرين فما تطحنوش عادي نحتاجوش خمالات من فئة 8 جرام مايو عادي 16 جرام اللي ما عندهاش تدير معلقة الخميرة كبيرة خميرة كيموية هنا بالنسبة لطيق عندي جوج الكيسان وزوج معالق اللي غادي تهزلي هاد الكيكا فدائما على حسب الكاس اللي عبرتو به وعلى حساب الطحين وش كيشرب ولا ما كيشربش وعلى حساب حاجم البيض فكان نضيف الدقيق مباشرة كان نضيف الخميرة وكان بدينا نحرك بهذه الطريقة بواسطة طراب او لارخلاتي يداوي كان حاول اناني نهز هاكا ونسوس باش ما نهبطش الخالي انجو ما بإمكانكم انكم تكملوا بعض العملية بالمغيس انا بهادي كتجيني اسهل كما بإمكانكم تكملوا العملية بالباتور ماكينش اشكال ولكن هاكا من الافضل كان تبقى ان ذاك البيض اللي تلعنا والسكار ما كيهبطش وما كيته الرش فانا بالطبط هزات ليجوج الكيسان وزوج المعالق احاولوا انكم تحركوا من القعر مزيان باش تطحين كامل يتجنس مع باقي المقادير او هنا كناخد البايريكس او المول اللي غادي ندخل الفران بعد ما دهنتو بالزبدة كنرشو بالكوك من افضل انكم ترشو بالكوك افضل من دقيق افضل من دقيق ونحاول ان يوز بهذه الطريقة او غادي نصب فيها الخاليط في نفس الوقت تراني شعرت الفران لدرجة 160 درجة فقط والعافية كنديرها من الاسفل بطبيعة الحال انا كيف ماشته الخاليط انتع الكيكا ما كيجينش بحال الكيكا العادية بطبيعة الحال بكيجين بحال الخاليط انتع البسبوسة حيث فيه ذاك الكوك كيحي قطعنا الخاليط فماشي مشكيه المهم هدا هو القوام انتع الكيكا حاولوا تزيد الفوق مزيان فاش كونو باغين تصبو الخاليط غادي ندخلو الفورن تقريبا خدعت معايا 35 دقيقة بالضبط خليوها حتات طب مزيان وتاخدو حد اللون دهابي خفيف من الاسفل اللون دهابي خفيف من الوجه وما تحمروهاش بزاف هنا بعدما انتجرت الكيكا وحطيتها لجانب حتها بردت مزيان غادي ندوز باش نحضر السوس او للغاناج اللي غادي نديرو في الوجه فانا حاولت انا ينزال بالفيديو باش ميجيكو مش طويل في الكاسر هنا كندير مية وخمسين جرام ديال الكريمة السائلة الخاصة بالحلويات درتها على نار حتها تسخن مزيان وطلع فيها واحد الغليا وهناي غادي نحضر شوكولات ما توفرش عندي شوكولات نوع ممتاز تستعملت غير هذا المور بعد قالة صار حتها هو كيجي لديد ولكن يلا كنعدكم شوكولاتة ممتازة ديروها من الافضل انضفت هنا يا نفس العبارة الكريمة مية وخمسين جرام الكريمة ومية وخمسين جرام تاع الشوكولاتة يعني العادية هنا من بعد موضعتها خليطت قريبا واحد ثلاثة دقائق حتى دابت واحد شوية وعاد كنجيب الماغيس وكنحركها باش يتجانسوا مع باضيتهم ونحاول انني نعودك الشوكولاتة يدوب كامل في الكريمة ناس الدوش على يدي احراب انت هي لي رسمي لها وصارح الفتخ لم أبغشي تحيد وكان ضروري انني انكملت صوراً تاع القاناج وصورت بيدي هكاك واباش نزيد اركز ما ضغ الشوكولاتة اكتر في القاناج غد ينضفوا هاد المالقة صغيراً تاع الشوكولاتة الخاصة بالتان اي نوع متوفر عندكم ما كانش اشكال بغيتو انكم تهرسو تلك اللون يجي شوية بيض بحن قولو شوكولاتة بالحليب زيدو واحد ثلاثة اولار بعديا المربعة الشوكولاتة البيضاء ما بغيتوش بغيتو اللون يجي اسود هكا كباين خليوه يعني بشوكولاتة الاسود هنا كنحاول اناني نحرك مزيان ما حد الكريمة بقش عد واحد شوية سخونية كان منضو في هادك الشوكولات الخاص بيتان نحاول نحرك مزيان وهذا هو القوام ديال القاناج غادي نخليه تقريبا 10 دقائق حتى يتقل واحد شوية وما يبقاش سخون بزاف باش ما تشربوش الكيكا عاد غادي نصبو هناي كيف ما كتشوفو هذا هو القوام ديالو حاولو انكم توزعوه مش بسرعة راح مش يضغياء كي يجمد هو كي خصو حد شوية دلوقت باش كي يلسق وحاولو تحتفظو بوحد شوية ما تخويوش دفعة واحدة بعد المرات كينشي بليسات لي غادي نشفو او لا غادي شربو او لا غادي بقى كيبان ان ذاك الوجه ماجيش كله انواق كي يجي واحد اللي بليسات مطبعين لك ساعد حاولو انكم تفينيو به الكيكا ديالكم فهادي بعض النصح اللي كان اعطيها لكم باش تنتميني ديكم الحاجة مقدة وفش ديو زينوها يجيكم الوجه فيه لون واحد هاد الحوايج مهم من ذاك شاش كنقولكم حاولو انكم تبقوا تتبعوا الفيديو بالتفصيل كنحاول انني نشارك معكم اي حاجة غدا تفيدكم وكنتمنى انني ما نكونش نسيت شي حاجة هنا بالنسبة للزين استعملوا اللي متوفر عندكم انا اخذت الفيوتين كان عندي صراحة فضار كل مرة باش كنزينها بعد المرة كان قد دماغي هكا كالرش او لا كان طراثي مربعات او لا خوط خطوط ميلة غير بالكوك كان حمر شوية الكوك ونص الاخور كنخليه بيض حتى هو كيجي المنظر ديال هزوين كان عندي هنا الفيوتين زين تلوجه بالفيوتين هكا كاروهات فكتليكم الزين كيبقى على حسب الاختيار وعلى حسب المتوفر في البيت فهنا كنستمر بنفس الطريقة وغادي نجيب واحد شوية انت الكوك اللي حمرته غير شوية لدي الفيوتين في اللون بوني ما بغيش نحمر التالكوك بزاف وهنايا عندي هد حبيبات او لا مربعات شوكولاتا كيتبوا عند اصحاب الحلويات فهنايا مباشرة بتنتقص معكم يعني الشكل ديالكي كيجين تمام من الافضل خليبه واحد ساعة او لساعتين باجز ديالك الكريمات تبتو تشد راسها انا هنا الكريمة غادي تكون باقي واحد شوية ما تقلش يعني بشكل كامل كيف ما غادي تشوفو وعلى كرة ها شد راسها بقي خاصة واحد شوية باش تلسق مزيان في الكيكة هذا هو شكل دياله عن خرب كيف ما كتشوفو داك القاناج كيجي اللامي تقولو ديرين في الجيلاتين او الازيت وكيف ما اشتر حضرتو معاكم بجوج المكونات فقط كيجي في حل القلاساج فبامكنكم انكم تعتمدو في العديد من الوصفات متاع الكيك او لابس بوثاء وكيف ما كتشوفو كيكتي البيضاء او كيكة البوينتي كيف كيجي فيها واحد المنظر الليزوين او المضاق كيف ما كتلكم ما غادش نوصفو لكم حتى تجربوها انتوما وتحكمو كتجي كيكة متكاملة من ناحية الشكل او المضاق خطيرة او رهيبة فالعجبكم الفيديو ديال اليوم كيف ما العدا ما تنسو جديرو جيم وتبختاج وتابونو فلاشيني لعجبكم بطبيعة الحل المحتوى وتشجعوني بلي لايك ولي كومنتيغ ديالكم وهد السيسيل انتا 1000 كيكة وكيكة تكون كتنال اعجاب ديالكم اخليكم مع تاتيمة الفيديو وانتلقوا فيديو جديد ان شاء الله على نفس القناة استودعكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة